اهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من الأحد الاقتصادي كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك ايضا اهلا بكم من جديد وعطلة طويلة يقضيها الأردنيون بين نهاية الأسبوع وعيد الأضحى المبارك بعد انتهاء واجبات العيد يبحث المواطنون عن بعض الترفية خصوصا مع بدء العطلة الصيفية الظروف الاقتصادية تضغط باتجاه البحث عن خيارات ممتعة وبكلف قليلة السياحة الداخلية تحمل بين طياتها أماكن ممتعة ومختلفة وأيضا تستحق الاستكشاف بيوت تراثية وشوارع قديمة ومطاعم ومتاحف خيارات الأردنيين لقضاء عطلة العيد والأماكن المقترحة في هذه الحلقة من الأحد الاقتصادي تفضلوا بالبقاء معنا أرحب بضيفي في هذه الحلقة مدير متحف الأردن المهندس إيهاب عمارين أهلا وسلام بك مهندس معنا وأيضا مدير مؤسسة أعمار السلط الأستاذ خلدون خريسات أهلا وسلام بك أستاذ خلدون معنا سأبدأ من عندك مهندس هل هناك خيارات يمكن أن يستغلها الأردنيين ويستفيد منها الأردنيون في قضاء هذه العطلة وتكون رخيصة الكلفة أو قليلة الكلفة بشكل عام يا سيدي أولا مساء الخير وكل عام وأنت والأردن بألف خير بمناسبة عيد الأبحر المبارك شكرا لك وأعاد الله هذه الأعياد علينا بكل الخير والأمن والسلام والطمأنينة وكذلك نتمنى كل الخير ونتمنى أن رب العالمين يرفع الظلم عن إخواننا في غزة آمين يا رب يا سيدي سؤالك رائع جدا وخصوصا توقيته أروع لأنه بمناسبة العطلة العطلة الطويلة نسبيا والإجابة على السؤال بالمطلق نعم نعم وأكيد هناك الكثير من الأماكن وليست هي فقط مجرد أماكن لقضاء الوقت أو حتى أنه أنا أكملها الأيام أكملها العطلة لكن هي أماكن مفيدة وأماكن تنطوي على العديد من التجارب وبالمفاهيم السياحية ومفاهيم الإرث الثقافي هناك ما يسمى بالتجربة الحسية الفراغية التي يمر فيها الإنسان عندما يزور مكان معين أو موقع معين وخصوصا إذا كان هذا الموقع يعكس قيم معينة قيم تراثية، تاريخية، اجتماعية مرتبطة بجذورنا، بآبائنا، بالطبيعة الجميلة الموجودة بالأردن بتاريخ الجيولوجي، بتاريخ الثقافي، بتاريخ السياسي وبالتأكيد هناك الكثير من هذه الأماكن ومنها طبعا ما أنا أعمل في هذا القطاع في متحف الأردن المتاحف هي مؤسسات رائعة جدا حتى أن يقضي فيها الإنسان وقت مفيد وممتع جدا ويتولد لديه انطباعات عن هذه التجربة يمكن تبقى معه فترة طويلة جدا وخصوصا بأن المتاحف تشجع وتحفز التفكير وماذا فعل القدماء، الآباء، الأجداء، كيف أنتجوا، كيف أنجزوا هل نستطيع أن ننجز كما أنجزوهم وطبعا هذا حديث طويل يطول الحديث فيه سأعود إليك مهندس وبالحديث عن المتاحف ماذا لدينا في الأردن من المتاحف وأين هي موجودة وهل هي تفتح بوابها خلال فترة هذه العطلة بشكل عام ولكن قبل أن أتي إليك من جديد سأذهب إليك أستاذ خلدون خريسات اليوم وأنت مدير مؤسسة إعمار السلط هل السلط يمكن أن نعتبرها مكان ترفيهي في العيد؟ طبعا ممكن بداية بنتهز هذه الفرصة من خلال قناة المملكة القناة التي بزمان قياسي وصلت لبيوت كل الأردنيين بنتهز هذه الفرصة للمعايدة على الوطن وقائد الوطن والعيل الهاشمية بعدة مناسبات منها عيد الأضحى المبارك اليوبي الفضي عيد الاستقلال كمان في هذه الأيام مباركة ندعي لأهلنا في فلسطين وغزة الله يخفف عنهم والله ينصرهم يخفف عنهم الكرب آمين طبعا الصلط دائم الخيار وخصوصا أن الصلط من أقرب المحافظات إلى العاصمة عمان طبعا إحنا ما نحكي الصلط خلينا نحكي عن كل محافظة البلقاء بشكل عام طبعا محافظة البلقاء فيها التنوع الجغرافي التنوع المناخي تنوع المنتج السياحي الموجود في محافظة البلقاء بميزها عن العديد من المحافظات إذا بنا نحكي سياحة ريفية فخيار سياحة ريفية في مدينة الصلط وضباح الصلط من منطقة زي علان وواد الشعيب والقرى المحيطة في مدينة الصلط هذا خيار متاح دائما للأردنيين حتى يعملوا فيه رحل وسياحة ريفية وخصوصا إحنا حاليا برضو الجو في مدينة الصلط بيساعد المناخ معتدل في مناطقنا كونها مناطق جبلية وفي مناطق حرجية ومناطق أحراش ممكن تنزه فيها برضو عنا خيارات أخرى اللي هي زيارة الوسط التراثي القديم لمدينة الصلط مدينة الصلط مدينة عريقة مدينة قديمة لها تاريخ ممكن الزائر يجي على مدينة الصلط يسمع قصة المكان يزور بعض المتاحف الموجودة في مدينة الصلط يمشي في بعض المسارات السياحية ويقدر يزور المطاعم والمنشاة السياحية اللي تم تأهيلها مؤخرا داخل مباني تراثية يعود عمرها إلى مئة أو مئتين عام برضو في عنا العديد من المتنزهات والمناطق ذات الإطلالات الخلابة اللي ممكن يزورها الأردني خلال فترة العيد يعني بشكل عام نتحدث عن نوعين من السياحة بشكل عام في مخفضة البلقاء أو تحديدا بأصل نتحدث عن سياحة تراثية تاريخية وسياحة أيضا تنزه وأماكن خارجية نعم طيب سنعود إليها بالتفصيل أيضا وكيف يمكن أن نعرف عنها بالتفصيل أعود إليك مهندس إيهاب اليوم هل ماذا نملك من بناء تحتية في موضوع المتاحف تحديدا؟ حقيقة موضوع المتاحف موضوع مهم جدا والمتاحف هي مؤسسات طبعا حسب التعريف اللي أصدرته منظمة المتاحف العالمية اللي هي الايكم اللي موجود مركزها في باريس هي مؤسسات غير ربحية أنشئت لأجل خدمة المجتمع وهي تنطوي على العديد من التجارب اللي تثري مخزون المعرفي لدى الناس بشكل عام ولديها بعد أساسي في موضوع التعليم المتاحف دائما فيها بعد تعليمي بالإضافة للبحث العلمي بالإضافة إلى عملية الاستمتاع والمتعة والقضايا والحلاقة بإثراء التجربة السياحية البنية التحتية للمتاحف هي عبارة عن جزء من البنية التحتية السياحية البنية التحتية السياحية هي بنية تحتية واعدة تم تزويد الأردن مختلف مناطقها تحدث أخونا خلدون قبل قليل عن مدينة الصلط وعن محافظة البلقاء يمكن بسوى قليلا بس لمدة دقيقة نعطي فكرة للمشاهد العزيز أن الأردن ميزتها الأساسية التنوع التنوع بكل شيء إذا تحدثنا عن الثقافة فهناك تنوع ثقافي لكني سأتحدث لمدة دقيقة عن التنوع الجغرافي في الأردن التنوع الجغرافي في الأردن هي سمة حباناياها الخالق وهي أتت مع بجوز من قبل 22 مليون سنة لما حدث الصدع العظيم اللي يسمونه جريت فولت اللي هو استمر لمنطقة البحر الأحمر وصار فيه حضارات عظيمة على جانبي هذا الصدع وكان الأردن لها نصيب رائع جدا بحيث أنه كانت منطقة استراتيج جدا ومنطقة يعني على سبيل المثال تحدثنا عن مدينة السلط نعم نعطي كل مدينة زي هيك عنوان حتى نميز بين المدن ونبين أنها متكاملة مع بعضها البعض ثري مع بعضها البعض المشهد ثري جدا السلط هي مدينة التراث بلا منازع يعني التراث العمراني في الأردن موجود بكل المدن لكن إذا ذهبت إلى السلط تجد هناك أكثر من 600 مبنى تراثي مصنف وهذه المباني كلها قابلة لإعادة الاستخدام لأغراض تعليمية سياحية ثقافية وكل الأغراض إذا أتينا إلى مدينة الكرك وهي نستطيع أن نقول مدينة القلاع والعصور الوسطى لأنها بالفعل هي المدينة عبارة عن قلعة إذا ذهبت إلى عجلون فهي مدينة الطبيعة الساحرة إذا ذهبت إلى جرش فهي المدينة الرومانية المتميزة وهي يمكن من الأمثلة الوحيدة خارج نطاق الدولة الرومانية القديمة التي كانت موجودة عاصمتها روما مدينة متكاملة بكل عناصر المدينة الرومانية تجد نموذج متكامل وهلما جرّة إذا ذهبت إلى الطفيلة مدينة الينابيع إذا ذهبت إلى الشوبك مونتريال كل مدينة لها تميز رائع جدا طيب مهندس سمح لي بدأ أبدأ فيها من الجنوب إلى الشمال فلنبدأ من العقبة وهنا لا أريد أن أتحدث عن متنزهات أو طرق سياحية مدفوعة بمبالغ كبيرة لا أتحدث عن أتلات أو فنادق ولا أتحدث أيضا عن أماكن بدخوليات كبيرة أو رسوم بدخوليات كبيرة إذا بدأنا من العقبة وأريد أن أنتهي في المفرق ما الذي يميز كل محافظة من غيرها؟ حقيقة كل محافظة من محافظات الأردن لها تميز من ناحيتين الناحية الطبيعية والتكوين الطبيعي الجيولوجي الذي زي ما حكينا الأردن هي متحف مفتوح أولا هي الأردن كلها من جنوبها إلى شمالها بداية من العقبة التي هي نقطة مهمة جدا في الصدع العظيم الذي نتحدث عنه هناك شواهد جبال العقبة لوحدها إذا استطعت أن تتأملها وكان معك شخص جيولوجي خبير يمكن تقضي يوم أو يومين وهو يشرح لك طبقات التاريخ ويشرح لك التاريخ والعصور من خلال دون الذهاب إلى أي مكان وأنت واقف مكانك هذه النقطة الأولى النقطة الثانية طبعا هي مدينة أيلة الإسلامية القديمة وهي المدينة وآثارها وأسوارها لا زالت موجودة وهي مثال حي على أهمية العقبة منذ فجر التاريخ جميل هناك أحد أقدم الكنائس في العالم موجودة في العقبة العقبة هي المحطة التي جاء إليها الشريف الحسين بن علي رحمه الله ومنها ابتدأت قصة الأردن الحديث ونتحدث عندما نتحدث عن العقبة لا نستطيع أن نتحدث عن الأردن الحديث دون أن نبدأ بالعقبة لأن هناك كانت البداية وقلعة العقبة وبيت الشريف حسين وفيها متاحف وفيها متاحف طبعا المتاحف يا سيدي في الأردن هناك أكثر من خمسين متحف موزعة على كافة مناطق المملكة وهي تقع تحت مظلة عدة جهات ليس مهم المرجعية لكن المهم وجود هذه المتاحف وأعتقد أن المتاحف هو قطاع واعد بحيث أن هناك بعض المبادرات لمتاحف خاصة وأنا هذا ما حاب أنه كمان نمر عليه مرور سريع هناك مبادرات رائعة جدا تذهب إلى مثلا خربة الوهادنة هناك فيه متحف بمبادرة ذاتية من المجتمع عملوا هذا المتحف وإحنا مخططين أنا طبعا غير صفتي كمدير عام لمتاحف الأردن أنا أمثل جمعية المتاحف الأردنية أنا رئيس جمعية المتاحف الأردنية وهي جمعية هدفها التشبيك ورفع سوية المتاحف ولدينا في الفترة القادمة زيارة الجمعية إلى هذا المتحف للتشجيع ولمعرفات ماذا نستطيع أن نقدم لهذا المتاحف ولك كثير من المتاحف المتاحف الخاصة راح أسألك عنها لوحدها طيب خلصنا العقبة بعد العقبة معان معان هي طبعا من أهم المواقع اللي في معان قصر الملك المؤسس قصر الملك المؤسس هو بنفس الوقت متحف وهو يمثل يمكن البداية المؤسسية السياسية للدولة الأردنية وهناك طبعا الكثير من القصص التي تتمحور حول دخول قوات الثورة العربية الكبرى وبداية زي ما نقوله نيو شابتر فصل جديد فصل جديد يعني في تاريخ هذه الأمة ودي موسى والبترى والدرم بينهم يا سيدي الحقيقة إذا بدنا نتحدث بتفصيل يمكن حلقة واحدة يمكن كل منطقة بحاجة إلى حلقة لكن هو عبارة عن سلسلة من القصص التاريخية الرائعة ذات التميز وذات الخصوصية يعني كل منطقة لها قصتها يعني مثلا إذا عرجنا من المنمعان إلى البتراء وإلى الشوبك يعني هناك الكثير الكثير البتراء هي أحد الأعجيب هي أعجوبة حتى لو لم يتم تصنيفها يعني دعنا من التصنيفات والأمور المؤسسات تكون مسؤولة عنها إذا ذهبت إلى البتراء حقيقة سوف يكون لديك حالة من الذهول كيف استطاع الأنباط من نحت هذه المدينة في هذه المنطقة والأهم من ذلك إذا عرفت أن هذه المدينة كان لديها أحد أهم أنظمة المياه الهندسة المائية في التاريخ عمره أكثر من ألفين سنة بحيث أنه كان هناك شبكة مياه توصل المياه الساخنة والباردة لكل المباني المباني طبعا ليست كلها منحوطة كان في مباني مبنية منها قصر البنت الموجود حاليا وهناك الكثير أنا بسميها أعجيب ومعجزات تبين كيف استطاع الإنسان أن يتغلب على التحديات الطبيعية والبيئية بحال من الإبداع كان في عندهم مشكلة في جلب المياه هذه المشكلة ما خلتهم يتركوا المكان ويهجروا لا صمموا أهالينا وأبائنا الأنباط بأنه يبدعوا وأبدعوا فعلا أحد أنظمة الحصاد المائي قبل خمسة آلاف سنة في منطقة اسمها جاوة شمال شرق الأردن بالقرب من المفرق تشهد هذه المنطقة وشهدت أحد أقدم أنظمة الحصاد المائي في التاريخ عمره خمس آلاف سنة هؤلاء الناس كان لديهم خيار إما أن يغادروا المكان لأنه شحت المياه وقلت الأمطار أو أن يفكروا بطريقة خارج الصندوق قبل خمسة آلاف سنة يعني ليس الآن ما فيه جي بي اس ما فيه كمبيوتر لا ما فيه شيء ما فيه أدوات لكن نجد آثار هذا النظام الحصاد المائي عبارة عن نظام هندسي يعني ما أبدأ أسميه معقد في كلمة في الإنجليزي بسمه sophisticated يعني على درجة عالية ممكن أن يكون مركب مركب و advanced يعني متقدم جدا وهو مثال جيد طيب أريد أن أوقفك في هذه الجزئية لأنه سنكمل فيها لأنه لم أكمل باقي المحافظات بشكل عام وأعود إليك أستاذ خلدون اليوم عندما نتحدث عن متاحف الصلط ماذا لدينا فيه الصلط من متاحف ومزارات ممكن أن فعلا يتمتع فيها الأوردنيون في محافظة البلقاء بشكل عام والصلط طبعا زي ما تفضل الزميل مهندس إيهاب عمارين أنه الصلط مدينة تراثية بلا منازع طبعا تعتبر المدينة الصلط المدينة التراثية الأولى على مستوى المملكة طبعا شرفنا بالعمل مع المهندس إيهاب ومع عدة جهات ومع فريق عمل على إدراج الصلط على قائمة التراث العالمي طبعا نحن نحكي عن محافظة البلقاء محافظة البلقاء هي يمكن من المحافظات الوحيدة التي فيها موقعين تراث عالمي اللي هو موقع مدينة الصلط كمدينة وموقع عمات سيدنا المسيح المقتص برضو هذول الموقعين ضمن محافظة البلقاء طبعا مدينة الصلط نحكي عن تراث المدينة طبعا المدينة السلط هي مدينة تراثية ولكن فيها أيضا مواقع أثرية يعني إحنا بالأردن ما قبل 1750 مصنف أثري وما بعد 1750 مصنف تراثي هلأ مدينة السلط أغلب المواقع الموجودة فيها والأبنية الموجودة هي تراثية بنيت ما بعد 1750 طبعا أنها 657 مبنى تراثي هذا فقط مباني تراثية غير المعالم التراثية الإطلالات وهذه المباني يعني أستاذ خلدون هي اليوم مسكونة أو تستخدم هلأ في جزء منها كان فهمت أنه مسكون في جزء من هاي المباني تم تحويلها لاستخدام العام إلى متاحف زي بيت طوقان اللي هو بيت أهلها المرحومة الملكة عليها طوقان تم استملاكه من قبل مؤسسة أعمار السلط وكانت عائد الطوقان مشكورين متعاونين جدا في قضية الاستملاك وتم ترميمه من قبل مؤسسة أعمار السلط بالتعاون مع دار الهندسة وتم تأجيره إلى دارة الآثار العامة حتى يكون متحف آثار في مدينة السلط بحكي عن الحقب القديمة في مدينة السلط برجع لأكثر من خمس آلاف سنة طبعا تم إهداءه لبلدية السلط حتى رايع الإيجار روح للبلدية حتى نحفز إحنا كمؤسسة أعمار السلط البلدية تهتم معنا بالمباني التراثية برضو عنا بيت أبو جابر اللي أيضا تم استملاكه بناء على مخطط شمولي قامت فيه مؤسسة أعمار السلط مع الجمعية العلمية الملكية ومع دار الهندسة عام 1990 وبناء على هذا المخطط الشمولي تم دعم الوكالة اليابانية التنمية الدولية جاكا تم استملاك بيت أبو جابر لصالح وزارة السياح والأثار وتم تحويله إلى متحف اسمه متحف سلط التاريخي القديم وإذا ما نحكي عن كله في الزيارة فالدخولي إلى هذا المتحف مجاني هذا المتحف فيه العديد من الغرف كل غرفة بتشرح عن قطاع معين في حقب تروي تاريخ المدينة وتاريخ السكان هناك نعم تروي تاريخ المدينة تحكي عن قطاع التعليم كما هو المدينة السلط سباقة في قطاع التعليم فيها أول مدرسة ابتدائية فيها أول مدرسة ثانوية اللي هي مدرسة السلط الثانوية للبنين الموجودة على تل الجادور برضو تل الجادور برجع لحقبة قديمة بالزمن كونه كان في أسوار لقلعة هناك وهو مطلع على طريق وادي الشعيب وطريق وادي الشعيب كانت البوابة الوحيدة إلى مدينة القدس ولما نحكي مدينة القدس يعني البوابة إلى العالم برضو مدينة السلط وخصوص منطق الساحة العين بس اللي أكمل في موضوع مدحف أبو جابر وأيضا متعدد الطوابق ومتعدد التصنيفات حتى الغرف في داخل حتى الغرف في غرف تحكي عن الزراعة وقطاع الزراعة وآلية الحصاد وجمع الحبوب وجمع المحاصيل وتخزينها من خلال المتبن والكوارة وكيف آلية التعبئة والآلية اللي اختاروها كانوا يعبوا من السقف وتنزل حتى يكون الاستخدام للمخزون القديم ويظل الجديد موجود فينزل بشكل تدريجي برضو في بعرض مطبخ العائلة السلطية القديمة اللي فيه الجاروشة وفيه الصاج وفيه المعجن وفيه النملية والعديد من الأدوات اللي كانوا يستخدموها أجدادنا في السابق برضو فيه غرفة للملك المؤسس اللي سكن فيها لمدة ثلاث شهور عندما تم استضافته في مدينة السلط في بيت أبو جابر فيه برضو غرفة بتحكي عن لباس التقليدي القديم لمدينة السلط اللي هي الخلقة السلطية اللي تميزت فيها السيدة السلطية الشبر السلطية برضو هاي هاي التجارب الحمد لله كمان ساهمنا احنا كمؤسسة مع المجتمع المحلي لأنها تتعمل وتنتشر خارج المتحف برضو في عدة بيوت ضيافة في عدة مطاعم في عدة جمعيات في عدة مبادرات تخلق تجربة سياحية مجتمعية للزائر غير خارج المتحف أيضا برضو المتحف بيحكي عن الطراز المعماري المميز لمدينة السلط وهو بيحكي عن فن العمارة الانتقائي لأن مدينة السلط هي خليط من عدة مدارس معمارية اختاروا أجمل إشي بكل عمارة وتم دمجه ومزجه في مدينة السلط فمدينة السلط نرى تشابه بالطراز المعماري ولكن إذا بدنا نتمعا بالتفاصيل نرى اختلاف في بعض المباني لأن كل حد اختار شغلة من مدرسة معمارية وطبقها في هذه المباني نعم سنعود لنكمل هذا الحديث وأيضا مهندس إيهاب سنعود لنكمل هذا الحديث ولكن مشاهدين اسمحوا لأن نذهب إلى فاصل قصير ونعود مبعد لنكمل هذه الحلقة من الأحد الاقتصادي تفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد مشاهدين في هذه الحلقة من الأحد الاقتصادية التي نتحدث فيها عن الخيارات الموجودة والمتاحة أمام الأردنيين بشكل عام الخيارات الأقرب إلى المجانية والأقل كلفة في هذه العطلة والسياحة الداخلية بشكل عام طيوفي في هذه الحلقة مدير مدحف لوردن المهندس إيهاب عمارين أهلا وسلم بك أيضا من جديد مهندس وأيضا مدير مؤسسة عمار الصلب الأستاذ خلدون خريسات أهلا وسلم بك من جديد أيضا أستاذ خلدون سأعود إليك مهندس إيهاب قبل الفاصل بدأنا في المحافظات تحدثنا عن العقبة وتحدثنا عن معان والشوبك وأيضا البترة ووادي موسى وأيضا كنت قد ذكرت الكرك ولكن ماذا عن البقية على البقية يا سيدي خلينا نحكي بجوز بداية نعطي هيك دارة الأثار العامة وهي مشكورة على جهودها لها تواجد في كل محافظات المملكة من حيث المتاحف هناك متحف لكل موقع يعني متحف أثري يعني متحف متخصص باللقى الأثرية ويوثق الفترات التاريخية وتكون مختصة بهذا الموقع يعني هناك متحف في الكرك متحف جبل القلعة في عمان متحف في عجلون في أكثر من متحف في جرش هذه المتاحف هي طبعا متاحف تخص المواقع وهذا طبعا شيء رائع جدا وبالمناسبة أنا أنصح كل زائر قبل أن يجور الموقع أن يجور المتحف لأن المتحف يعطيك فكرة متكاملة عن المدينة وتستطيع أن تخطط زيارتك بطريقة أفضل يعني أنا أعتبر المتاحف هي بوابات بوابات طبعا في هذا المجال هي بوابات ترفيهية وسياحية فبقيت مناطق الأردن طبعا كل موقع على سبيل المثال بس بس لأنه مش هما نكمل في باقي المتاحف في الكرك كمان ما ذكرنا منطقة المزار الكرك يا سيدي أنا ما تحدثت بخصوصية كل موقع لكن الكرك على سبيل المثال يعني عندنا القلعة اللي ذكرتها والمزار أيضا الكرك يا سيدي خلينا نبدأ يعني يمكن من 400 متر تحت سطح البحر أخفض موقع في التاريخ هناك متحف أخفض نقطة على وجه الأرض وهذا المتحف يعني يوثق تاريخ هذه المنطقة المميزة وهي يمكن من أميز المناطق على مر العصور وفي الكرة الأرضية بالإجماع وبالمطلق لأن البحر الميت تستطيع أن تشاهد منه كيف تكونات الكرة الأرضية وكيف بدأت القارات بالتكون لأنه بدأت من عند البحر الميت قبل حوالي 800 مليون عام يعني هذا تاريخ جيولوجي مهم أنه نعرفه طبعا وهذا المتحف الموجود يعني يوثق هذه المنطقة ويوثق تاريخها وهناك بنفس الوقت يعني في المنطقة الشمالية من البحر الميت بانوراما البحر الميت بانوراما البحر الميت كمان هو متحف جيولوجي يتعرض إلى القيمة الجيولوجية لمنطقة البحر الميت وكل ما يتعلق فيها بالنسبة للمحافظة الكرك إذا صعدنا الأربعمائة متر وفوقيهم كمان تسعمائة متر لأنه هي مرتفعة عن سطح البحر مدينة الكرك قديمة حوالي تسعمائة وستين متر نجد أولا مدينة الكرك القديمة مدينة الكرك التاريخية اللي يمكن أن أصح مفهوم مدينة الكرك هي كلها القلعة يعني هناك من يفتكر أنه القلعة هي الجزء الجنوبي جزء المسور المسور مدينة الكرك كلها مسورة وأسوار الكرك جزء كبير منها لا زال موجود فيها الكثير من الطبقات التاريخية هناك أكثر من ثمن طبقات تاريخية بدأت من 2400 قبل الميلاد بالفترة البرونزية وهذا شيء مذهل يعني أن تجد مدينة عمرها ثلاثة أو أربع آلاف سنة لا زالت وهذا ينطبق على بقية المدينة الأردنية ولا زالت تعيش لحد الآن وتزدهر لحد الآن وفيها تواصل حضاري هذه الحالة غير موجودة بالعالم بالمناسبة إذا زورت أي موقع في العالم مثلا تزور موقع مدينة كورنث في اليونان يقول لك كانت هنا مدينة كورنث لكن حاليا لا يوجد في حضارة حالية حاليا لا يوجد سكان لكن هذه المدينة وبقية المدينة الأردنية تجد هناك القلعة الكبيرة المدينة القديمة والقلعة التاريخية الموجودة بالجنوب التي هي حقيقة معلم مهم وهي أحد أميز القلاء لأنها تتكون كمان من عدة طبقات تاريخية هناك خطأ أن يقولون قلعة الكرك الصليبية أو قلعة الكرك الأيوبية هي قلعة الكرك المؤابية والرومانية والبيزنطية والأيوبية والعثمانية إلى يومنا الحاضر فموجودة هذه القرعة وفيها لا يزعلوا علينا الطفائلة نحن مرين عن الطفيلة الطفيلة يا سيدي الطفيلة هي من المواقع المميزة جدا 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 وأنا بالنسبة إليها مدينة الينابيع في يوم الأيام كان في الطفيلة أكثر من 360 نبع ماء وفيها إرث ثقافي رائع جدا من المباني التراثية والقرى المتكاملة يعني إذا ذهبت إلى قلعة السلع وقرية السلع القديمة قرية المعطن إذا ذهبت إلى بصيرة في جنوب الطفيلة حضارة الأدوميين اللي في متحف الأردن هناك يمكن جزء كبير من العرض المتحفي يتحدث عن هذه المملكة الأدومية اللي كانت عاصمةها بصيرة والكثير يا سيدي أنا أحب أحكي لك إشي مدننا وتاريخنا ثري جدا بحيث أنه كل الحضارات اللي كانت موجودة عبر العصور تركت لها آثار مهمة وكانت الأردن ومواقعها ليست عبارة عن شيء جانبي لا لأنها كانت عبارة عن هي المعبر الحقيقي والأساسي ما بين أفريقيا وآسيا وأفريقيا وأوروبا وإلى منطقة الأناظول والربط ما بين حضارة ما بين النهرين وحضارة النيل فكان العبور بالأردن والمرور فيها هو شيء أساسي وجبري وليس ذلك فقط يعني إذا رجعنا شوي كمان أنا أحب أحكي عن التاريخ القديم لأنه مظلوم التاريخ القديم التاريخ الأقرب إلنا يعني معروف وموجود بالكتر إلى حد ما ما أحكي عنه يا سيدي الأردن شهدت مرور الإنسان منتصب القامة اللي بسموه الهومو إيركتس من أفريقيا إلى آسيا وأوروبا عبر الأردن وترك أدواته وأثاثه عنا اللي هي الأدوات الحجرية الموجودة عنا من العصور الحجرية القديمة موجودة بمتحف الأردن وهاي أنا بعتبرها تكنولوجيا متقدمة مهندس هذه المتاحف أو المناطق اللي ذكرناها هي ستكون متاحة للزيارة طبعا أكيد كلها متاحة للزيارة لا لا هي أنا جزء أنا خلينا أتحدث يعني باسم دائرة الآثار العامة دائرة الآثار العامة كل متاحفها مفتوحة حتى في العطل حتى في العطل طبعا طبعا حتى متحف الأردن إحنا منعطل أول يومين من العيد وباقي أيام العيد الأربع أيام بيكون المتحف فاتح وموجود أول يومين خليه للضحايا بعد هيك الناس بيطش نعم جاهزين سأعود إليك أيضا مهندس ولكن سيد خلدون اليوم ذكرت لي بعض المتاحف الموجودة في السلط بعض نواع السياحة المتاحة في محافظة البلقاء بشكل عام ولكن كيف استطاعت السلط فعليا أن تستفيد من فكرة استقطاب السياح واستقطاب الزوار لأنه سياحة الداخلية والخارجية بشكل عام وأن تستفيد أسواقها أن يستفيد ناسها لإستدامة هذا العمل وتنشيطه وعرضه بأفضل طريقة للزوار طبعا أنت سألتني مسبقا أنه هل المباني هذه التراثية الموجودة في السلط مأهولة أم غير مأهولة كان الجزء الأكبر من هذه المباني للأسف تم هجرانه من قبل أصحاب هذه المباني لسببين السبب الأول كان في تمركز تجاري ضخم في مدينة السلط ولكن بعد إعلان العاصمة عمان تم رحيل عديد من أهالي مدينة السلط إلى العاصمة عمان للغايات التجارية السبب الثاني بسبب الاكتظاث الموجود في الوسط التراثي جزء كبير من أهالي هذه المدينة رحلوا إلى ضواحي مدينة السلط لغايات السكن فانهجرت هذه المباني وللأسف لفترة طويلة ظلت هذه المباني مهجورة بحكم تفتت الملكية لما نحكي مبنى أمره أكثر من 100 عام فاتخيل كم منجيل كم وريث وريث والحصص الصغيرة فإحنا كمؤسسة بلشنا نهتم مع الشركاء طبعا من بلدية السلط من دائرة آثار عامة من وزارة السياحة والمجتمع المحلي بلشنا نهتم بهذه المباني بلشنا نحول جزء منها إلى متاحف ذات استخدام عام ساهمنا بترميم بعض المساجد الموجودة بأبنية تراثية والكنائس أيضا وفيما بعد أطلقنا برنامج منح لدعم المجتمع المحلي خصوصا المباني التراثي الموجودة على المسار السياحي أطلقنا برنامج منح دعمنا أكثر من 33 مشروع 90% كان منها داخل مباني التراثية حفزنا الناس أي ناس برمم مباني التراثي سواء أهل المبنى أو إذا أهل المبنى بطرحوا الاستثمار بطرمم نحن نقدم منحة بكامل المعدات والترتيبات والتدريب والتسويق وما إلى ذلك فصار لدينا منشآت سياحية داخل مباني التراثية منها كفهات منها مقاهي منها مطاعم منها فنادق كون الصلط برضو فقيرة بموضوع الفنادق إخصصت فيها فنادق أنا هذا في مرة من المرات كان هناك حديث أنه أصلت مدينة بلا فنادق هلأ لفترة طويلة ولغاية مؤخرا يعني بس بالعشر سنين الماضيات بلش يتحول جزء من هذه المباني التراثية لفنادق لأن أغلب بيوت الصلط فيها مضافات فكانوا ضيوف الصلط لما يجوا من محافظات ثانية أو من أي مكان يناموا بمباني أهل الصلط فما كان في عنا فنادق بالإضافة إلى قرب الصلط إلى عمان برضو هذا أدى إلى ضعف الاستثمار الفندقي في مدينة الصلط ولكن إحنا حفزنا الناس أنها تحول جزء من المباني التراثية إلى فنادق طبعا لتغني التجربة لتغني التجربة هذا واحد اثنين ما في تنافسية مع منتج الفندقي بعمان لأن المبنى مختلف مبنى قديم عمره أكثر من 200 سنة فبثري تجربة الساعة فصار عنا العديد من المنشآت السياحية صار عنا مسارات سياحية بيقدر الزائر يزور مدينة الصلط وما يتكلف الكثير لأن أغلب هذه المنشآت السياحية هي منشآت نقول ذات طابع شعبي فأسعارها معقولة زائد التجول الصلط زي ما تفضل المهندس إيهاب الأردن كلها متحف مفتوح الصلط كمان متحف مفتوح كمدينة صحيح كجزء من الأردن فاللي بديزور مدينة الصلط بقدر يتجول بكل تفاصيلها بحجارتها وأدراجها حجارتها أدراجها أسواقها أذقتها القديمة يسمع تاريخ المدينة من أهل المكان يشوف يحتك مع المجتمع المحلين خلال تجارب سياحية طبعا نحن الصلط وجهة سياحية مميزة فازت الصلط بمنافسة بين العديد من المدن الأردن وهي بالـ 2016 صارت وجهة سياحية مميزة فبلش الصلط تنباع كمنتج سياحي عالمي وبلشنا نشهد حركة سياحة أجنبية في مدينة الصلط ولكن بحكم الحرب على غزة أثرت تأثير كبير سلبا على السياحة الخارجية ولكن إحنا إذا بنا نحكي عن السياحة الداخلية فنمط السياحة الداخلية بالأردن يعني جاحت كورونا لها العديد من التبعات السلبية والألام والأحزان والظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفتها ولكن لا شك كان لها بعض النواحي الإيجابية جزء منها التي تحفيز الناس حتى يعملوا سياحة داخلية داخل المحافظات هذا كان له دور كبير واكتشفنا أن الأردن فعليا في مناطق كثيرة نحن لا نعرف عنها بيجيوها الناس من كل مناطق العالم حتى يزورها هذا يشي للأمانة يعني مش شيء كثير إيجابي أنه إحنا قاعدين الناس بتجينا من دول أجنبية على الأردن لمنطقة معينة بنكتشف أن الأردنيين ما بنعرف عنها وما زرناها وما في كلف علينا كأردنيين عالية هو بنزينها السيارة حتى هو بنزينها السيارة وصلى الله وبرك فمدينة السلط ومحافظة البلقة برضو إذا بدنا نحكي عن المقامات الدينية الموجودة في مدينة السلط برضو سياحة دينية بمحافظة البلقة هذا نوع من السياحة موجود ونحن نشوف جنسيات عديدة من إخواننا المسلمين في عدة بلدان مجاورة يأتي ويزوروا المقامات مثل إيش؟ مقام النبي شعيب مقام يوشع بن نون مقام الجادور مقام أيوب عديد من المقامات وهذه المقامات وأنا أريد أن أؤكد على جزئي أن هذه المقامات هي مفتوحة للزواء هي مفتوحة ومجانية نعم نعم هي مفتوحة طيلة أيام السنة ومجانية ومخدومة من قبل وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية واللجنة الملكية للمواقع الدينية نعم طيب سأعود إليك أيضا أستاذ خلدون ولكن مهندس إيهاب تقريبا أنهينا الجنوب ضائل عن المادبة نعم يا سيدي مادبة مدينة الفسيفساء مادبة بالمناسبة اللي كانوا يشتغلوا في مادبة في العصور القديمة هم أهل مادبة الناس فكروا أن الفترة الرومانية كانوا رومان لا هي الفترة الرومانية لكن كانوا أردنيين السلطة الرومانية نعم الحكومة الرومانية الحكم الرومانية ولكن المواطن هو مواطن أردني عنده الجنسية الرومانية كان في واحد اسمه سلمانيوس وفيه كثير من هؤلاء اللي كانوا خبراء بالفسيفساء معروفين موثقين مشهورين ولوحات الففسيفساء الموجودة بمادبة ومحيطها هي لوحات ذات تمييز على مستوى العالم وهذا الجميل في الأردن كل منطقة لها تمييزها في الأردن وتمييزها الخارجي والإقليمي فمدينة مادبة هي الحقيقة مدينة تروي التاريخ بطريقة يعني مصورة وجميلة جدا من خلال هذا التوثيق الرائع اللي تركوا إلينا عبر الففسيفساء ومن طبعا أهم اللوحات الففسيفسائية الخريطة الموجودة بكنيست الروم القديس جورجيوس في وسط مادبة هذه الخارطة مذهلة لأنه من هذه الخارطة يعني أحد الطرق اللي استدلوا فيها على موقع المغطس من هذه الخارطة لأنه هذه خارطة موثقة يعني ليست خارطة فقط إلها جانب فني لكن الأهم هو الجانب التوثيقي وكذلك أنا نعم بحب أشير يعني شوي نرجع للجنوب شوي لكن ليس كثيرا إلى أم الرصاص أم الرصاص هي أحد مواقع التراث العالمي مسجلة على قائمة التراث العالمي يعني وفيها واحدة من أهم اللوحات الففسائية في العالم اللي هي بكنيست القديس سانت ستيفن هذه اللوحة موجودة فيها توثيق لكل المدن اللي موجودة كانت بالمنطقة وكل مدينة كان يعبر عنها برمز معين يعني وجبل نبو في مادبة جبل نبو يعني هو من المواقع المهندة هو الاسم الصحيح جبل نبو جبل نبو نعم هو في الإنجليزي مونت نيبو لكن في اللغة العربية جبل نبو جميل وحمامات معين طبعا حمامات معين ودائما يعني الجانب الطبيعي سببه التكوين الجيولوجي المذهل الموجود بالمنطقة نعم طيب اسمحوا لي ضيوفي الأعزاء نذهب إلى فاصل قصير وأعود من بعده لنكمل هذه الحلقة مشاهدينا سنذهب إلى فاصل قصير ونعود من بعده لنكمل هذه الحلقة من الأحد الاقتصادي تفضلوا بالبقاء معنا أنا أولادة جنب البحر ورح عيش جنب البحر وعموت جنب البحر أحلى عشي بالدنيا ربيع لكن الربيع في مخيمنا إيرو طعم تاني ليش أنا أسمح لولادي إنه يعيشوا خروني أنا بتمنى تكوني لبيع عيش أولادي عيش زي هالبندي أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه الحلقة من الأحد الاقتصادي قبل الفاصل مهندس إيهاب كنا نتحدث عن تقريبا الوسط ولكن ماذا عن الشمال الأردني بمتاحفه طبعا إذا مررنا بمدينة جرش مدينة جرش يمكن فيها أقدم متحف في الأردن من الثلاثينيات من القرن الماضي وجرش أصلا موقع مهم ومعروف تاريخيا وكذلك إذا تحركنا إلى الشمال أكثر إذا ذهبنا إلى أربد متحف دار السرايا موجود اللي هو أحد متاحف دار الأثار العامة المبنى بحد ذاته مبنى السرايا هو مبنى تراثي مهم جدا وتم عمل إلو إعادة استخدام وهذا الموضوع اللي حكي عنه زميل يخلدون بأنه عادة الاستخدام لهذه المبانية التراثية لأغراض ثقافية وسياحية هو شيء يعني له فائدة على عدة جوانب جزء منها أنه أنا بحافظ على هذا المبنى والجزء الآخر أنه أنا بعطي قيمة أكثر للوظيفة الجديدة اللي أنا استوعبتها بهذا المبنى طيب قبل ما تكمل إياه أريد أن أجي عندك أستاذ خلدون اليوم هل نجحت السلط والبلقاء والمؤسسة مؤسسة أعمار السلط هل نجحت اليوم بالترويج لكل ما ذكرت طبعا وأقصد هنا المتاحف المواقع الدينية وغيرها طبعا زي ما ذكرت لك مسبقا عمرنا بالسياحة كمدينة السلط يعني كفترة زمنية مقارنتنا بباقي المحافظات الأردنية والمواقع السياحية المعروفة يعني مش أكثر من عشر سنوات بلشنا نعرض السلط كمنتج سياحي فبالفترة هذه القصيرة بعتبر أنه انجحنا ولكن إحنا التسويق اللي بنعمله هو تسويق يعني من حاول نعمل تسويق بطيء مدروس حتى ما يصير فيه كثافة عالية من السياح للمدينة ولسه المدينة مش جاهزة أنها استقبل عديد من السياح بس فيه بنية تحتية؟ هذا الموضوع البنية التحتية مؤخرا صار في مواقف صار في مرافق عامة لزوار المدينة هاي الغاية اللي برضو أخرت موضوع التسويق وترويج السياحي برضو متعاون مع هيئة تنشيط السياحة على ترويج مدينة السلط سياحيا ولكن إحنا مقصرين بترويج السلط محليا إحنا شغالين مع الهيئة ومع الجهات المعنية بالتسويق على تسويق السلط ومدينة السلط وأتوقع يعني كل المنتجات الأردنية السياحية إحنا قاعدين مكثفين التسويق عالميا للجنسية الأخرى ولكن مقصرين إلى حد ما مع الأردنيين بأننا نعرفهم شو موجود شو متاح برضو بنتاز الفرصة أشكر برنامجكم اللي أعطانا الفرصة أن نذكر شو في خيارات لدى الأردني يزورها خصوصا خلال هذه العطلة الطويلة عطلة إيد الأضحى المبارك والخيارات زي ما تفضل المهندس إيهاب عديدة على مستوى المملكة وتحديدا أنا بدي كمختصين في منطقة البلقاء والسلط برضو الخيارات عديدة في مدينة الصلط يعني كثير ناس بيكون ماخ الصورة بمدينة الصلط بيستغربوا الناس إنها في مدينة الصلط بيفكروها بدولة صحيح ويعتقدنا في مكان مختلف في مكان مختلف وبتفاجئوا أنه في هذا الجمال يعني بيقدر واحد يحط background وراه بتحفي معمارية بمدينة الصلط هذا اللي رح أرجع لك فيه بأنه كيف يمكن للأردنيين أن يحددوا أماكن الزيارة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وغيره ولكن قبل أن آتي إليك بهذا السؤال مهندس كنا نتحدث عن إربد وقطعتك عن إربد تفضل طبعا إربد هي المدينة اللي فيها التل الأثري التل الأثري الموجود بوسط إربد هو طبعا معلم طبيعي تاريخي بحد ذات هو متحف مفتوح لأنه يقدم تاريخ المنطقة بشكل رائع جدا وبنفس الوقت على هذا التل تتربع السراية اللي هي تمثل متحف تاريخي وأثري مميز موجود يقدم طبعا سرد تاريخي زمني لكل فترات تاريخية اللي مرت على هذه المنطقة وأربد كذلك يميزها مجموعة من المباني التراثية الرائعة وهناك العديد من المحاولات من قبل وزارة السياحة من قبل بلدية إربد والعديد من الجهات بعادة استخدام هذه المباني زي مثلا بيت النابلسي اللي في إربد تم ترميمه قبل عدة سنوات من وزارة السياحة وهو مركز زوار وهناك مشاريع للعديد من المباني التراثية في طبعا المفرق والزرقاء وبقية المحافظات كل المحافظات يوجد فيها تواجد للمتاحف ولوزارة السياحة طيب ذكرت لي نقطة قبل قليل بأن هناك مبادرات لمتاحف خاصة نعم يمكن أنا أعتقد أني زرت واحد منها وهو متحف الشمع في مادبة نعم ماذا لدينا من متاحف خاصة هناك العديد أنا بجوز أعطي ثلاثة واربع أمثل عن متاحف الخاصة المميزة أحد المتاحف الخاصة هو متحف النميات النميات هي عبارة عن المسكوكات والنقود وهذا المتحف تم عمله بمبادرة من البنك الأهلي الأردني وهو موجود ضمن مبنى البنك الأهلي لكن هذا المتحف رائع يقدم تاريخ وقصة الأردن من خلال النقد يعني تشوف تطور البلد حضاريا وتاريخيا من خلال تطور النقد وما تقدمه من رسومات وكتابات ونقوش متحف حقيقة أنصح الجميع بزيارته هناك من المتاحف الخاصة كذلك متحف الحكاية الموجود في مادبة هو متحف الشمع نفسه صح؟ أو متحف لستوريا هو متحف لستوريا وأنا زرت هذا المتحف حقيقة هي مبادرة خاصة من شخص عنده يعني محبة لموضوع التراث وموضوع المتاحف وأنشأ هذا المتحف وهذا المتحف عليه زيارة والناس يعني بقصدوه من العديد من الجوانب وهو موجود قبل جبل نب نعم نعم هناك متحف طراز موجود في مدينة عمان أنشأته السيدة ودات قعوار السيدة ودات قعوار معروفة باهتمامها بالتراث والأثواب التراثية وهذا المتحف يعني تستطيع أن تتبع فيه كل شيء له علاقة بالأثواب التراثية بالأردن والفلسطين هذا وين موجود؟ هذا موجود في جبل عمان جميل يعني هذه أمثلة على المتاحف في متحف أنا ذكرت عنه متحف قربة الوهادنة مبادرة ذاتية يعني إحنا منحاول ندعمها كجمعية متحف أردنية ومنحاول نشجع وبحب أنوه أنه مؤخرا هناك عمل من قبل دائرة الآثار العام جملائنا بالدائرة على إضافة موضوع المتاحف الخاصة ليتم عمل تراخيص إلها حسب قانون دائرة الآثار اللي يتم العمل عليها حاليا تحديث قانون دائرة الآثار وهذا شيء جيد أن هذه المتاحف تصبح موجودة لأن المتاحف هي ما تساعد فيه هي تثري التجربة يعني عادة نقل تنقل وتثري نعم هي تعليم هي تثري وعادة زوار الأجانب مثلا لما يحضروا لأي مكان بحبوا يجوا على المتحف دائما بحبوا يعني يكون بداية زيارتهم إلى المتحف فإذا كانت المتاحف موجودة يعني نحن لدينا اليوم خمسين متحف بالأردن يعني تخيل لو صاروا هذول الخمسين صاروا مئة متحف أكيد هذا قيمة مضافة لأنه كل متحف يقدم قصة هي المتاحف تقدم قصص قصص طبعا موثقة وقصص ذات يعني خصوصية وكل الإنسان كل حياة الإنسان هي عبارة عن قصة هي عبارة عن سرد تاريخي عن مروية عن سردية معينة لكن هذه القصص هي متداخلة مع حياة الناس وأنا بحب أنوية أنت حكيت عن موضوع الترويج بحب أعطي هيك يعني زي ملاحظة بسيطة وإحنا لاحظناها بمتحف الأردن أغلب الزوار اللي بزورنا في المتحف تعرف من هو الذي يرويج لهم لزيارة المتحف أبناؤهم الطلبة الطلاب من المدارس بيجوا بزور المتحف عن طريق زيارات منظمة لأنه إحنا عنا قسم كامل بيروحوا لبيوت بيحكوا لأهاليهم نعم لأنه عنا قسم كامل يهتم بموضوع التعليم المتحفي والتعليم هو جزء أساسي من مهام المتاحف وخاصة أنه متحف الأردن هو متحف الوطني فهناك دائرة مختصة بالتعليم وهناك برامج بالتنسيق مع وزارة التعليم لدينا دائما زيارات طلابية زيارات مدرسية مهندس هل لدينا قائمة يمكن الوصول إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الإنترنت بالمتاحف التي يمكن زيارتها إذا كانت مفتوحة أو مغلقة يعني ما بدي أضرب مشوار من عمال إلى أي مكان آخر وبعدين ألاقي كاتب للصياني التكنولوجي الحديثي سحلت علينا كثير هناك بين إيدي هذه القائمة بجوز فيها حوالي الخمسين متحف اللي بحكي عنهم هذولا موجودين بأكثر من خلينا نقول بأكثر من بورتل بأكثر من بوابة إلكترونية على شبكة الإنترنت وكمان الشيء الجيد حاليا أي واحد صار بديره على موقع بحط على الجوجل ماب لما تحط على الجوجل ماب هو بخبرك بعطيك المتحف فاتح أو المفاتح وين موقع المتحف شو فيه مرافق حواليه وكل هاي التفاصيل وكمان بحب أنوه لشغلي أنا بعرف أنه وقت البرنامج تايت هناك صار فيه عمل خلال فترة الكورونا حولنا المشكلة إلى فرصة وصار فيه متاحف صارت موجودة على العالم الافتراضي صار فيه إشي بيسمونه يعني متحف الأردن حاليا موجود فيه فيرشوال تور كاملة فيه لينك موجودة بتدخل منها بتشوف المتحف كامل والعديد من المواقع والمتاحف طبقت هذه التقنية وهذه مدفوعة أو مجانية؟ مجانية هاي بدعم من وزارة السياحة وهي التنشيط السياحة جميل جدا نفس السؤال وفي ذات السياق أستاذ خلدون بس سبكت عليه مع مهندس إيهاب كيف يمكن أن أصل إلى قائمة مواقع يمكن زيارتها في محافظة البلقاء ومدينة السلط لأنه أنت الأقرب إلى عمان فلي بده يظل بعمان بده يشتغل على هذه المنطقة الأقرب بشكل عام هلأ إحنا عنا ويبسايت اسمه visitassalt.com وعنا على السوشال ميديا برضو على الإنستجرام وعلى الفيسبوك عنا visitassalt تحكي عن جميع المنتجات السياحية والمسارات والمواقع التراثية الموجودة في مدينة السلط وزي ما تفضل أخونا المهندس إيهاب على جوجل ماب يقدروا يحطوا أن الوسط التراثي بعطوهم شو فيه خدمات شو فيه منشآت سياحية شو فيه مقاهي شو فيه مطاعم والسلط طبعا متميزة بطبيعتها الجبلية الوسط التراثي محاط بجبال السلط بالظلها توسع هذه السلسلة لغاية السلسلة الغربية المطلة على جبال فلسطين ممكن نشوف منها برضو جبل الشيخ في لبنان إذا كان الجو صاف المشغولات التراثية والتاريخية لها حصة من الترويج والدعم حتى في الاستمرار بشكل عام؟ طبعا لها كل حصة احنا حرصنا كمؤسسة إمار السلط على هذا الموضوع منذ البدايات اشتغلنا بالتدريبات بالبداية على الإنتاج وتدريب المنتجين فيما بعد فتحنا لهم نافذة تسويقية من خلال دكان السلط الحرف اليدوية اللي بيضم منتجات الحرف اليدوية جميحة في مدينة السلط بيضم أكثر من 70 منتج كل منتج له أكثر من منتج وكلها منتجات مصنعة يدويا في مدينة السلط يعني وهذا موجود أصلا مربوطة هاي المواقع مع بعضها البعض مواقع الإلكترونية هنا أتحدث نعم تمام شكرا جزيلا لك ومهندس أخيرا أريد أن أذهب إلى سؤال أخير بشكل عام اليوم كيف تقيم أنت وأنت مختص في مجال المتاحف ورئيسة لجمعية المتاحف الأوردنية بشكل عام كيف تقيم واقعنا وإلى أين نريد أن نذهب في موضوع المتاحف تحديدا وهذا النوع من السياحة والترويج الحقيقة أنا أعتبر أنه إحنا لازلنا في البدايات يعني عنا هناك طاقة كامنة رائعة جدا في عنا بني تحتية جيدة في عنا قصة الأمكنة موجودة اللي هي هاي الكونتنت المحتوى جميل موجود لكن بحاجة إلى المزيد من الدعم المزيد من التشبيك وهذا هو هدف جمعية المتاحف أنه تعمل شبكة وطنية حتى توفر الدعم لكل المناطق بحيث أن يكون فيها متاحف والأهم أن تكون هذه المتاحف على سوية معينة بحيث أنه تكون تخضع إلى معايير محددة في العرض المتحفي في البيئة المتحفية حتى تستطيع أن تقدم قصتك بطريقة يليق بهذه القصة العظيمة شكرا جزيلا لك مهندس أيضا أستاذ خلدون كلمة أخيرة فيما يتعلق بموضوع إعمارة الصلط والترويج طبعا أعمارة الصلط هي مؤسسة غير ربحية بتخدم المجتمع المحلي غايتنا بالدرجة الأولى نعرف الأردنيين شوفوا عندنا منتجات سياحية تراثية مدينة الصلط ونخدم المجتمع المحلي والصلط من أحسن التجارب السياحية المجتمعية الموجودة في المملكة لأن المدينة التي حفظت على عاداتها على تقاليدها كسائر للمدن الأردنية فبتعكس سياحة مجتمعية تراثية أصيلة للأردنيين والزوار وأيضا السلط لم تغفل سياحة الأكل أيضا شكرا جزيلا لك مدير مؤسسة أعمارة الصلط الأستاذ خلدون لإخريسات شكرا جزيلا لك وأيضا مدير متحفة الأردن المهندس إيهاب عمارين كنت معنا شكرا جزيلا لكما مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الأحد الاقتصادية الذي يأتيكم دائما في نفس الموعد تابعونا دائما وكل عام وأنتم بألف خير ترجمة نانسي قنقر